من الأقوال اللي بحبها جداً للإمام علي بن أبي طالب اللي بيقول فيها لا تستوحشوا طريقة الحق لقلة سالكي ودايماً كده إحنا نتشجع قوي نقول رأينا الحقيقي ونقول رأينا بصراحة لما نتسند بأنه اللي جنبي كمان رأيه زي وأنه المديري رأيه زي وأن الأعلى مني كمان موافق على الرأي ده دي طبع إنساني الطريق الحق أو قول الحق بالرغم من اعتبارات كتير مكلف وتكلفته أحياناً بتكون على الأقل إنك تكون لوحدك بتقول رأيك وبذكر إنه طريق الحق بقى والطريق اللي سالكيه قليلون واحد من الطرق اللي كان عليه الكلام خفيف جداً الوقت اللي فات لكن لما بدأ سالكوه يزدادون ابتدى الكلام يزيد جداً عنه هو واحد من المشروعات الكبيرة واللي تم يعني فيها تطوير كبير طريق الساحل الشمالي إيه اللي حصل بقى؟ لما كنا بنعدي كده على خفيف وقبل ما الصيف يبتدي والناس لسه مش عارفة إيه اللي بيحصل كان فيه كلام مهم جداً إنه فيه تطوير حقيقي بيحصل في المنطقة دي وتطوير كبير مكلف ومكلف مش بس للدولة لكن كمان مكلف لمشروعات سياحية موجودة على جانبي الطريق كلها تكبدت تكلفة هذا الطريق لكن وارد وده مهم جداً ودي حاجة صحية جداً اللي حصلت بعد افتتاح الطريق أو بعد ما الناس ابتدت تستخدم الطريق إيه الصحي؟ مش الصحي إننا نقول إن اكتشفنا إن فيه مشاكل في الطريق لأ الصحي إننا رجعنا نقول إنه لأ فيه حاجة ممكن تبقى كبيرة وتم الاهتمام بيها فعلاً وكان فيه محاولات أكيد مخلصة لإنها تتعمل بأفضل طريقة ولأ ما هيش بأفضل حال وبعد التجربة اكتشفنا إنه لأ ده مش أحسن شكل يكون عليه طريق مهم ومحوري وكبير زي ده طريق وارد فيه لأقدر الله حدوث حوادث بسبب الترتيبة المرورية فيه فمفيش أي مشكلة بالمناسبة إننا نرجع نقول لا مش حلو ومش مظبوط وفيه حاجة غلط وده اللي حصل على مدار الإسبوعين اللي فاتوا بالمناسبة ينفع الناس تفضل تقول لك إنه دي أوحش حاجة ممكن تحصل إننا خسرنا قد كده إحنا ما خسرنا يعني تمت التكلفة اللي حصلت في الطريق حصلت خلاص وسيتم تدارك الأمر لكن إحنا كسبنا حاجة حقيقة إنه صوت الناس مسموع وإنه صوت الخبراء لازم يتسمع رجعنا نقول إنه لازم يتسمع سمعنا متأخر شوية المرة دي لكن هنسمعه ويمكن يكون المشروع ده واحد من المشروعات اللي تخلينا نقول إنه مهم جدا إنه ناس ترجع تتكلم وترجع تتكلم بالتعبير الحر عن الرأي والرأي الإيجابي والسلبي في كل حاجة وإحنا بالتقدير العميق لإن الحاجة الكبيرة اللي التعب فيها دي إحنا مقدرين التعب لكن كمان فاهمين قيمة الرأي إنه يتقال في الوقت المناسب لإنقاذ حياة ترجمة نانسي قنقر